صباح الفل واهلا بيكو حلقة جديدة مجنونة بيك. بوسينة بتقنع جزها انهم يروح للدكتور النفساني اللي بتروح له رندا. وفعلا بيروح ولكن غزبا عنه. قاعدين بيحكولو ان حياتهم فيها مشاكل جمدة جدا وان هم تقريبا ما بيتعملوش مع بعض. وبوسينة بتقولو انا حاسة ان هو خفي. ملوش وجود في البيت مع انه قاعد طول اليوم. وهو كمان برضو معترض على ان هي معترضة على كل حاجة. المهم يعني الدكتور بيقول لهم انتو مش ناقصك غير حاجة واحدة بس. التواصل. التواصل يعني ايه? يعني التشة والملوخية. لا يمكن الملوخية تستغنى عن التشة ولا هتبقى حلوة من غيرها. هم طبعا مش فاهمين اوي يقصد ايه. لكن قال لهم اهم حاجة. وانتو في البيت ما تبطلوش تبصوا في عينين بعض عشان هيا الحاجة الوحيدة اللي بتكشف كل الاسرار المستخبية. وبينصحهم كمان يعملوا عشا حلو ويتعشوا مع بعض. وفي جو رومانسي كده يمكن يعمل حاجة من التواصل. رندا بتعطي على كافية تشرب قهوة قبل ما تروح الشغل الصبح. وهي قاعدة فتاة بتلاقي علي داخل. طبعا بتبصت جدا هو كمان بيقول لها انت مختفية بقالك فترة ليه? فبتقول له مسحولة في الشغل. بيقول لها انه مبسوط جدا انها محامية. حاسس كده انها جامدة يعني. المهم ان هو بيسألها عن الساعة لانه نسي تليفونه في البيت. وبتقول له على الساعة وبيقول لها انا عايزك في حكاية مهمة اوي. آآ كلميني عشان في حاجة عايزة اخد رأيك فيها. وبيسيبها يمشي وهي. بتمسك موبايلها وتبعب بسرعة عن مسج اللي بوسينا بتحكي لها فيه كل اللي حصل. وبتقول لها ان هي مش قادرة تمسك نفسها وكات عايزة تعترف له بكل حاجة. بتقول له انها بتحبه قوي. وانها جات اسكندرية مخصوصة عشان. وتعترف له بالحقيقة كلها. فجأة بيدخل منتصر كافية ويقول لها انتي قاعدة هنا لسه والاجتماع بدأ. بتمشي بسرعة معي عشان تروح الاجتماع. وكلهم عادين في الاجتماع مهم جدا جدا. بتحاول تكلم بوسينا وبتقول لها شفتي رسالة اللي بعد تلك. طبعا بوسينا بتقول لها ان فيش اي حاجة جات بتمسك موبايل هاراندة بتتفاجئ ان هي بعدت المسج لمين? لعلي? يا خابة ربيض كارسة. يعني هي بعتت له كل ده. بقاش عارفة تعمل ايه طبعا بتتوتر جدا جدا وحدتها بتققى صعبة جدا. وما بتعرفش تنتق ولا كلمة وهي قاعدة في الاجتماع. فمنتصر بيتضايق قوي لكن آآ بوسينا بتقول لكل اللي قاعدين يا جماعة هي واقعة في كارسة في مصيبة. بعدت رسالة بالغلط. المفروض انها ليا بعدتها للاكس بتاعها. طبعا كلهم بيتضايقوا جدا والاجتماع بيتحول انه يبقى عشان خاطر يحلوا مشكلة رندا. كل واحد بيقول فكرة كل واحد بيقول رأي. طب اعملوا كزا طب كزا طب حلوها ازاي مش عارف ايه. كل واحد بيقول رأي علشان يحلولها المشكلة دي ويطلعوها منها. لكن الحل الوحيد النهاية بتفتكر ان علي ناسي موبايله في البيت. يبقى ازا هي ممكن تروح البيت وتمسح الرسالة. وفعلا بتاخد القرار وبتسيب الاجتماع وتجري. عشان تروح البيت بتاع علي وتمسح الرسالة. بتدخل فعلا البيت. واول ما بتدخل هو بيكون سايب المفتاح برا وهي عارفة مكانه. بتدخل المهم يعني بتمسك الموبايل. وما بتبقاش عارفة الباسورت لكن بتوع التجرب كزا حاجة. وبيطلع طبعا عامله باسم هادية. وبتفتحه بعد ما بتتدايق شوية. وبتمسح المسج فعلا في ثانية. وخلاص كده بقت في امان. بتتساعد عشان تمشي وهي بتفتح الباب بتلاقي علي في الشهر. كارسة. بتبقاش عارفة تعمل ايه? كارسة بجد. فمفيش قدامها حل غير انها بتقوله انا واقع في مشكلة جامدة جدا. وجت لك عشان تحلها لي. ودخلت بس ما لقيتكش. فبيقول لها ايه يا المشكلة بتقوله ان في حرامية دخلوا بتا وكسروه. ودجدش وكل حاجة فيه وهي كانت خايفة مراوبة عشان كده جات له. فبيقول لها اهدي اهدي. طب عاملك ايه? مش عارف ايه. المهم يعني بيقول لها طب انا ممكن عاملك حاجة تهديكي. آآ فبتفكر بسرعة بتقوله ماشي ماشي عشان تبعد آآ او تكلم بوسينة وتقول لها انقذيني. انا في كارثة. المشكلة بقى ان بوسينة كانت في مكان في مطعم عادة بتاكل هي وجوزها بيتعشوا علشان يعني يقربوا المسافات بينهم وبين بعض. وتتصلح الامور بينهم. فجأة بيجي المسج ده انقذيني وروحي بسرعة على البيت. قصري كل الازاز اقلب البيت دجدشيه علشان وبتحكي لها القصة. طبعا هي ما بتحكيش حاجة لجوزها بوسينة وبتقول له انا لازم مشي حالا بيشك فيها وبيقول لها احكاية المكالمات اللي بتجيري عمال على بطال دي وبتتغيري بعدها بيشك فيها فهي بتقول له ايه ده انت بتشك فيها معقولة. المهم ان هي بتاخده معاها. وبيروحوا على بيت آآ رندا علشان تكسره وتدجدشه وتقلب الدنيا. المهم ان هي فعلا بتكسر كل حاجة جوزها مبهور بيها فرحان بيها قوي. ايه ده الاكشن اللي انت عاملها ده ايه جاو السابس اللي انت عاملها ده فرحان بيها كده ومشدود لها وموجب بيها وهي مستغربة. اللي بيحصل ده. المهم ان هما بيلاقوش حاجة يكسروا بيها الازاز. بيدخل الحمام بيلاقي حجر شكله جميل كده فيقول لها هو ده اللي هنكسر بيه الازاز وبينزل تحت وبيحتفوا الازاز التوبة دي او الحجر ده بيتكسروا بيه الازاز وتمت العملية بنجاح وبيمشوا. طبعا الان ده بتفكر بقى ان هي خلاص كده بقت في عمانها تجيب علي وتيجي البيت. وبيجيب وتيجي البيت علي بيندهش ايه ده. ده فعلا فيه حرمية دخلوا البيت ده مكسرين كل حاجة ده القلبين كل حاجة. ايه الدنيا متضمرة. وهو عمال يبص يمين وشمال فجأة بيلاقي الحجر. يا خبر ده الحجر ده هو اللي كان جايبهولها قبل كده. وكان بيديهولها هداية. فبيقول لها مش ده الحجر لاجبتهولك. وكنت بيديهولك هداية. لما كنا في مكاني فلاني. طبعا ما بقيتش عارفة ترد تقول ايه? سكتة خالص. هو انفعل عليها جامد جدا. وايه قاعد يزعق. ويقول لها كل دي بطل بقى الافلام دي. بطل لها حركات دي. مش عارف ايه ايه ايه. وانفعل عليها جامد جدا. وسبها ومشي. اصلا هم وهم عادين كانت طلبت آآ قدما هيا قاعدوا بقى ومش عارف ايه قالت له انا جعاني قوي هطلب اجل في طلبة نودلز وطلبت حاجات ومش عارف ايه. ليه مهمة الاتنين. وهو طبعا لما عمل كل ده اتضايق وسبعة ونزل. سيب البيت مفتوح. فجأة مين اللي جي بقى عمر. شكله كده كان طالع لهند. المهم لما لقى البيت مفتوح دخل. لقى البيت كله مكسر ومدجش. هو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعدين لقى رندا قاعدة. حاليتها صعبة جدا. فقال لها ايه ده الله نودلز تبن اكل معاك فاتفاجئ ان هي جايبة اتنين. وبعد كده بعد شوية فهم وعرف ان كان علي هو اللي موجود. اتضايق اكتر واكتر. وبدأ يتحصب ويتنرفز عليها هو كمان. وقال لها انت عمرك ما هتتغيري هتفضلي كده طول عمرك وسبها ومشي. رندا وبوسينا بيتقابله. حالتها صعبة جدا جدا منهارة. وبتقول لها انا كده طول عمري ببوز كل حاجة. بدمر كل حاجة. طبعا بوسينا بتحاول تهديها. بتقول لها انت جميلة ما تقوليش كده ابدا ده بتصلحي مش بتبوزي كفاية قوي انك صلحتي على قتيب جوزي. وبتقول لها ان هي وجوزها خلاص بقى وحيوين اول مع بعض ورجعوا يحبوا بعض زي الاول واكتر كمان. وكل ده بسبب آآ الخطة اللي كانوا بينفزوها لها. ومستغربها بتقول لها هي مش الخطة نجحة طبعا رندا رفضة تتكلم في الموضوع ده نهائي. وبتقول لها ارجوك انا مش عايز اتكلم فيه خالص. بوسينا بتحضنها وتقول لها خلاص ما تتكلميش. وبس كده. ومع السلام. هشوفكم بخير ان شاء الله الحلقة الجاية.